عن جابر بن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا الصورة من القرآن فإذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين ثم يقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وآجله فاقدره لي وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير وردني به ويسمي حاجته فإن لم يشعر بعد ذلك بعد أن ينام فإن لم يشعر بارتياح أو رأى رؤية تدله على خير هذا أو شره فيكرر ذلك عدة ليالي والله تعالى أعلى وأعلم وأجل وأكرم ترجمة نانسي قنقر